المتتبعي قناة أنفاس باريس مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسي سيتي اليوم سأناقشون موضوع قطاع الحلاقة في مدينة الداربيدة ولكن في واحد الشكل المتعلق بتخفيط الداربة على قطاع الحلاقة على المستوى الوطني ونشوفوه من زاوية مدينة الداربيدة وش الحلاقة مرساحة لهذا القرار هذا على صعيد المدينة وعلى صعيد الجهة عموما من أجمع لقشة القضية دي نصديب السيد عبد كبير العمروي كاتب مجلس غرفة صناعة تقليدية بجهة الداربيدة سيد سيد كبير مرحبا بكم أهلا وسهلا السلام عليكم شكرا للمرة أخرى الاستضافة داخل الفاس باريس اللي هي صراحة اللي فتحت لنا فيما يخص هاد الميدان دي الحلاقة والحرافين ككل فتحتنا الباب ديالها في إطار عدنا باش نوصلون معلومة اللي تهمهم الأمر في هذا المدينة السيد عبد كبير وشال الحلاقة في الداربيدة فرحانيا على مستوى الأخبار اللي تستطيعون بأنه كان تخفيض الداربي على هذا القطع هذا أولا اسمح ليس مستعى أولا ندير واحد تعريف ديال السبب ديال التخفيض ديال الداربي كيفجر أولا الاقتلاف الوطني هو واحد بجموعة ديال الفعاليات ديال الابتحادات الجهوية على المستوى المغربي اللي هي تشكلت في واحد الاقتلاف تحت واحد المتاق ديال الشرف اللي تشكلت تحت واحد المتاق باش تكون تتكلم على الحلاقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذن هاد الاثلاف هاد باش منطور شالك هو خاد واحد مجموعة ديال المراحيل اللي الحمد لله اللي أنه من بداية ديال الكورونا والمشكلة واللي مزيان هو أنه تصادف يعني تأليف دياله مع بداية ديال الكورونا من نجاة كورونا يعني خدينا واحد مجموعة ديال الإجراءات ورسائل للسيد رئيس الحكومة ولا القطاع ديال وزارة الصناعة التقنية والمالية ولا دا يعني المشاكل اللي تعانيوا من الحلاقة على مستوى الوطني طبعا مجموعة ديال المناظرين ديالإخوان اللي مصراحة اللي مدوية دلعون مجميع المناطق وباش تأسس باش تألف هاد الاعتلاف هذا باش دا المهم جات المشكل ديال الضريبة اللي كان عدنا واحد اللي قعد مع السيد المدير العام ديال ضرائب مدينة الريباط اللي صراحة نحنا من هاد المنبر نشكروك كأتلاف ولا كغفة صناعة لا كأتلاف وطني وطاني صراحة نشكروه السيد رئيس الاتحاد العام وقاوة لك الميان سيد مولي حمد أفيلال والسيد الكاتيب العام السيد محمد دهبي صراحة اللي مدونا يدلعون وداد معنا واحد اللقاء وشرحنا لي الظروف اللي تعيش الحلاق داخل المكتب دياله يعني في المقر ديالاتحاد العام وتفهم بزاف ديالالأمور وداد لنا واحد تدخول مع السيد المدير العام وصراحة من نمشينا مع السيد المدير العام ريحنا عنده في المكتب ده في القاعدة الاجتماعات صراحة اللي واحد اللقاء اللي كان شيق صراحة وكان عنده واحد صدر رحب يمتكنا بلقاء ايضا؟ كان في هات السنة في 2021 في شهر جوج شهر جوج اللي صراحة اللي صراحة اللي صراحة اللي نقلبه وتصمت لنا مزيان احنا كقطاع ديال الحلاقة والجميل وكأتلاف وطني وعطينا بزاف ديال المعطيات وتحنا عطينا المشاكل اللي تعيشها القطاع والإكرهات اللي تعيشها الحلاق والحلاقاء والناس ديالجميل على مستوى الصالونات وهذا ومهم تفهم بزاف ديال الحواج وواعدنا باش نهو يتعاونوا مع نو داك شي وصراحة مني جي القانون ديال المالية المشروع ديال المالية قبل مناك نريحنا مع السيدة الوزيرة السيدة مشكورة تاي اللي كان استقبلتنا في المقر تاي اللي أنا داكي للسيدة بلاد مناسبة هلنيوها على المنصيب الجديد في وزارة المالية حيث استقبلتنا كوزيرة ديال الصناعة التقليدية صنتاتنا وتصنتات الظروف اللي تعيش الحلاق المغربي والحلاقة المغربية حقيقة من بعد جاهد الموضوع ديال الضرائب اللي احنا كان أولا أصلا كان بربعين في المئة يعني قبل من 2021 كان بربعين في المئة ومن ندرنا مجموعة ديالجلسات ومجموعة دياللقاءات تفهموه وداروه ثلاثين في المئة حنا ثلاثين في المئة كانت يعني يواتهم اللي شي شوية مرتفع مع الظروف اللي تعيشوا الحلاقة أه طلدنا واحد اللي يستلموا التامس عن طريق الاتحاد العام وقاولة المهن وصراحة اللي اعطات المفعول ديالها وتمسكره إنه إبغان نسمح لي السيد عبد كبير إبغان نفسر 참ترل لناس ثلاثين في المئة وثلاثين في المئة كيف أنه قد تم ذلك الميening impossible 7-9 전–3 طلاع اي بل مي lit term 40% من المجموعة الدخول السنوي. السنوي. يعني ذلك شي بتفاصيل وكينين ارقام وذلك شي. ولكن اللي احنا اللي تيهمنا هو الرقم ديال المعامل. هو اللي كانت يهمنا اكثر. يعني من 40% نجل 30% ومن اني درنا الملتماس على طريق الاتحاد العام وقاولة المياه نحنا كأتلاف وطني. تقريبا مش بزاف. صراحة يعني. لباش حالوصل لباش عشر في الميون. لا في البداية ديالشهر اللي فات يعني ما كيناش واحد عشرين يوم دابة ولا خمسة عشرين يوم. باش درنا در رسالة هذه. وكانت ط يعني سريح يعني صراحة اللي اللي صراحة احنا يعني احسينا بوحد ارتياح. انه من بعد 30% ولات 20% وكانت صراحة رسمي. داخل البرلمان من من طرف سيد الوزيرة. اللي صراحة صرحت بيه بحالك وقالت. ان القطاع ديال الحلاقة هو جميل راح ندرنا ليه بعد ما داروا بزاف ديالطالبات على طريق الاتحاد العام. مهم را ورجعنا لعشرين في الميون ورا دارت صراحة رسمي. وفي. تعلي قرب الاعفاء الضاري. اه يعني اه. تقريبا عشرين في المية. يعني راي اللي كانت تتسال. اللي كانت تتجيه خمسة انا في دنام ديال داريبه ولا دارت صراحة. اللي تن. من هادل باب هاده تنشكروا جميعي. اخوان. الفعالي. يعني قدر ان دول الحكومة احنوش تقدم لكم دبها دية بالنسبة للحلاقة. وهو. الدرفية. درفية تستدعي. تستدعي. ان الحلاق المغريبي. انا خصوص يعيش في حد الاريح. صراحة. حيط احنا اصلا انا ككاتب المجلس. ديالغرفة الصناعة تقليدي ديال نقول صناع التقليديين يعني يكون مرتاح يعني يكون مرتاح باش ينتج لا للمستوى الانتاجي الفنية ولا للمستوى الخدماتي. احنا الحكومة يعني هذه بديرة طيبة وحنا كأتلاف وطني وباسمي وباسمي جميع الحلقات والحلق المغالية. نشكر الصيدة وزيرة المالية وتنشكر الصيد الرئيس للاتحاد العام. وتنشكر الحكومة ككل اللي تفهمت بالموضوع. الحكومة دارت هذه الخطوة. بالنسبة لكم كغرفة صناعات تقليدية. عشني الخدمات لها تقدمو نtheme ن geared حلقات الحلاقة في الدار بيدة. الحلقة في الدار بيدة بالنسبة له. هي مكونة من المكونات الصناعات التقليدية يعني الحلقة تقارب مكونات يعني ضروري يجب أن تكون واحد اهتمة من طرف سيد الرئيسة ديل برفة صناعات التقليدية. من المكتب التنفيذي ديل برفة صناعات التقليديةる مستوى الدار بيدة. يعني كين براميجش شاء الله ليسا غير على الحلقة يعني جميع الحرف يعني الذي ياخده كل كل واحد يأخذ نصيبه في أنه يكون تكوين وأصلا تركزه على التكوين يعني الستثمار الذي قامنا في الميزانية دي لده كلهم بني على التكاوين يعني جميع الحرف سيأخذوه إن شاء الله يعني أنه يكونوا تكوين أول قضية تكوين الآن بزفت الحلقة والموضوع كنا نقشنا من قبل قضية غيابة تكوين المستمر وما كان الخطة التكوين والتكوين المستمر لا فعلا فعلا إحنا في الميزانية دي لده الفين واثنين وعشرين ركزنا على أنه تكوين بالنسبة للغرفة ركزنا على أنه يكون تكوين على مستوى الخدمتية والإنتاجية الفنية ويكونوا معارض إن شاء الله ويكونوا برامج اللي إن شاء الله غدا تنال حسن الظن ديال الصناع التقليدين على مستوى الضربية ده ستارت جديدة يعني غادي يكون إن شاء الله غير أولنا البداية ستكون شي شوية متعطيرة وتيكون لديك العدم نسيجام في مجموعة ديالحواج ويقول كل الأمور إن شاء الله من بعد رغضة مجي وهذا الشي رأي ملزام يعني إحنا مش شي يعني الخاطرنا ولا مثلا إن إنسان رأي دخل واحد المنصيب رأي صافره ويصل لك رأي ولينا ملزامين أننا خصنا نخدمه وأننا تتضر فيه ما بقعاش تساعد أننا في نقعه رجع الله يعني خصنا نزيده القدار يعني بزاف ديالحواج كانت تجاوبات الحمد لله غير هاد مسألة ديال الضاربة يعني التواحد ما كانت تسنع كان تفاعل يعني سريع سريع من طرف وزارة المالية أو للجنة ديال المالية أو على مستوى البرلمان أو على مستوى الهيئات النقابة أو على مستوى الإخوان اللاتين يعني كان عندهم الدرارة تنتمنى إن شاء الله لماذا؟ حيث هناك إنك حلاقة يعني كانت قبل ما كانوا مش مصاريف عند الحلاقة دابة ولو عنده مصاريف ولو عنده دي برو دوي يعني إلا مثلا أعطى خمسين درهم كليان نعرف رعا كينة وحيث تلاتين درهم ديال المصاريف يعني عشرين في المئة عشرين في المئة رائعي اللي شي طالب مبقى شدك الحلاق مبقى شدك الحلاق اللي عنده عمقص ومشطاء وخدام ولو احدى الكوافورة دغير الضو مثلا تتصيب غير الشار ولو لو دابة دي برو دوي ولو دي برو دوي كوسميتيك ولو دي برو دوي اللي تيخدم بهم حلاق ولو مصاريف يعني قليان تيطلب مصاريف غير باش تصيب لي أنكاب وكتبليان يعني بزاف دي الحواج ولو فيهم مصاريف يعني الحلاق دي برو دي برو دي برو مثلا إلا قسمه دي القرص والله شي طالي وحد في خمسين درهم عنده واحد خمستاش درهم وعلى عشر درهم دي الأرباع اللي قدر نقول دي الأرباع منشي لاخر كل شي ما زال طبعا لك عرفت الإكرارات دي الدول ما وغيراء دي الفاتورة وزيد مصاريا هل تقرأ من الحلاقة على مستوى الدار في المدينة لديه إحصائيات؟ أخويا لا يوجد إحصائيات دا ولكن إن شاء الله هذا الموضوع ستذهب بقوة ليس غير على الحلاقة ولكن على الصناع التقليدي وفعلا القانون الخمسين سبعتاش الذي ستذهب بأنه سيكون إحصائي لأنه السنة الجاية إن شاء الله إذا تم تنفيذ القانون الخمسين سبعتاش سيكون لدينا إحصائيات الحرفين كاملين كيف يشد القانون الخمسين سبعتاش؟ هذا القانون الخمسين سبعتاش منظم الحراف في الصناع التقليدي مثلا سيكون فيه سجل وطني هذا السجل الوطني إلا ما كنتيش حرافي ومشهود لك مثلا من طرف أمين الحرفة الإقليمي والمحلي والجاوي ربما يمكنش تكون حرافي وفيه حتى الـ إذا كان إنسان مشي حرافي ومشى الواحد الحرفة اللي مشي دياله هل تتعرف دعبك إن تتجي عند الإنسان تتقول لي واش هتتعرف نتقدر كل شيء تتعرف بالنياة سبعت فعلا اي رزق داعك ما تنبوه دابا في القانون الخمسين سبعتاش انتعر سبعتقى 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 يعني تداخل في السجل الوطني هو هذه السجل الوطني ربما نقديم رأيكين في النظام الأساسي للغرف الصناع التقليدية ولكن دابا في القانون الخمسين سبعتاش ستكون بطاقة مهنية طبيعاً ستكون بطاقة مهنية التي هي صحيحة لأنها ستكون شاهد فيها الأمين أولاً بدأت خلق هيئات وطنية وإقليمية وجهوية ومحلية سيرجعنا الأمين التي كانت سابقاً وغير في بعض المناطق سيكون قسم الحسبة التي أفكر في العامل سيكون هناك موضف ولكن سيرجع للأمين لأنك أنت حيرة فيه سيرجع السلطة الأمين يشهد لك حيرة فيه وهذه البطاقة ستتكلف بها المديرية الجهوية للوزارة الصناعة التقليدية طبعاً شاهدت لجنة التي تكون مكونة من جميع المهتمين في القيطة أهدرت على الصناعة التقليدية البعض يقول بأنه لا يوجد ترويج للصناعة التقليدية على المصور الوطني وهذا كنت أهدرنا على لماذا ترويج لأنه يوجد صناعة التقليدية لا يوجد صناعة التقليدية لا يوجد صراحة وهذا كان ميزانيات كثيرة التي تترصد على ترويج الصناعة التقليدية باقي الناس يعتمدوا على الصناعة التقليدية على الناس بولدان أخرى عيوضات فيما بالصناعة التقليدية لا المشكلة للصناعة التقليدية هو أن أولاد بحلة لديها واحد داخل الصناعة الصينية صناعة تقليدية صناعة تقليدية لا يوجد صناعة تقليدية لا يوجد صناعة واحد ضوء لا يوجد صناعة تقليدية لكي يتم النهوض أولا بالصانعة التقليدية الصانعة التقليدية أولا يجب أن يكون مرتاح نفس ثانيا هناك نعود أن نزيدون الأكدوعة لا الحلاق لا الحرفيين كاملين يجب أن يكون في محاله يكون مرتاح بمعنى أنه يجب أن يكون تعرف كيف يدبر محاله وكيف يكون محاله ثانيا يجب أن يكون السلطات العمومية للمستوى الوزارات ولمستوى المهتمين بكل القطع يعني أنه يخصوه يتقدم له واحد دعم ثانيا ما تقدمش واحد دعم مادي يكون دعم معناوي يعني تكون تخفيضات في الضاربة كما وصلنا للمستوى الحلقة تتمنى وتتعمم تكون إعفاء الضاربية على مدى طاويل وتكونش على سنة حيث مثلا كين الناس تتسالوا عشرات المليون ولا خمسات المليون ولاستة المليون تدير لذيك الإجراء الحكومات السابقة داروا إجراء أنه إعفاء من سنة لسنة ولكن إذا كان على المدى الطاويل ويخلص هذه الضاربة التي تتجريها ديالك السنة ويكون إعفاء مثلا يتقسم له هذا المبلغ حتى يتسالوا ويتسالوا وغير تتراكم عليه يعني إذا كان يتقسم على مثلا 5 سنين ول4 سنين ول6 سنين وفي نفس الوقت يتشرط عليه أن يخلص الداربة السنوية دياله هذه السنة سيكون ربح نجوش حويش أنه يخلص بشوية بشوية تتسالوا وما يبقى عليه عبر وثالثا يكون أجور مع الداربة دابت الداربة التي تتراكم على الإنسان يبقى يعرف ما يديه وما يخلص القديم وما يخلص الجديد وما يخلص هذا هو مشكلة التي يجب أن يتفتح على مستوى الضاربة بصدد أننا ننفق تلاف وطني ما سنجعله أحد من المثال للإعفاء الضاربة على المداد هذا ليس إعفاء للصناع التقليدين والصناع التقليدين والصناع التقليدين نتمنى أن البادية تكون من غرفة صناعات تقليدية وغرفة صناعات تقليدية الداربة دستات خاصة أنه يكون أضف المكسبة نعم طبيعي ونحن نعطي اقتراحات ولكن قادمة الحكومة لديها استراتيجية ورؤية من بعيد وكل إنسان يكون في المركز القرار يستطيع إما يطبقه أو لا يطبقه لقى مناسبة لأيش الله حيث هذا مغرب دينا نحن كاملين نحن كنا مغربة سواء الوزير سواء الوزير كنا نحن مواطني يعني الهم دينا هو النهوض بها البلاد دينا أولا كيد أننا تردق الكيد دي الأعداء دينا الوحدة الترابية أو الكيد دي الأعداء دينا ونحن رأينا يعني الحمد لله البلاد دينا غدا بواحد ازدهار قوي وغدا بواحد صومت تحت الرعاية دينا السامية دي لصاحب الجلالة رغم كيد الكائدين واللي بغي يتفقس يتفقس واللي بغي مهم إحنا رغاء ديه وراء صاحب الجلالة تنتمنى الإنسان الإخوان كلهم والأخوات تفهموا هذا الموضوع وكذلك الصناع التقليدين تنتمنى أننا نكونوا تحت حسن الضن دي الصناع التقليدين أولا ككاتب مجلس وحسن الضن دي الحلاقة والحلاقات تباوكونوا أنهم يكونوا خادوا هذا الموضوع بأريحة وباقي مواضي أخرى إن شاء الله اللي ستتكلموا فيها كأسينه شكرا السياسي عبد كبير للعمراوي على قبول الدعوة متتبعي قناة الفاس فالسينا نقوم لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كاساسيتي